اعلنت الهيئة العامة لمكفحة الفساد نزاه اليوم احالة مسؤولين بدرجة مدير ادارة في بلدية الكويت ومالك عقار الى النيابة العامة على خلفية بلاغ بتزوير شهادة اوصاف عقار مخالف وقال المتحدث الرسمي للهيئة الامين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في تصريح صحفي ان التحقيقات التي اجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد بيّنت شبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية الموثقة قانونا وشدد بوزبر على عزم نزاه مواصلة جهودها واجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي تارد اليها وثمن دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد مؤكدا التزام الهيئة بتوفير الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية اشتركوا في القناة